السؤال برضو هتلاقيه بتجيلك كتير يا عز هو انت دلوقتي مش شايف مين بيتخاني مع مين ومين بيدرب مين ومين بيقول ايه ومين بيقول ايه وانت طلع تقول لي 3-4-3-4-3-3 تسمع السؤال ده دايما مايه في المايه الاجابة ايه الاجابة ان احنا جايين نقدم محتوى طرفيه محتوى الطرفيه ده في منه انواع كتير في نوع خبري وفي نوع تحليلي وفي نوع طرفيه البحث اللي هو تعالى نعمل مسابقة تعالى تعرف تقول لي خمسة لعيبة اللي يا ابو اهلي زمالك اسماعيل صح نهزر بس حاجة معلوماتية وبسيطة وسهلة وجميلة وبتاع بس في الاخر وفي انواع مختلفة من الشغل اللي انت بتقدمه بقى ايه بالزبط كده كل بني ادم بيحاول يتخصص في حاجة وانت عشان تقدم محتوى خبري محتاج ايه ادوات طبع محتاج مراسلين محتاج علاقات محتاج طريقة للتأكد من القبر اللي هيجي لك سواء من المراسلين او من ايه كيفية تقديم الخبر دوت كيفية بالزبط كده كيفية كيفية بزبط كده بزبط كده بزبط كده بزبط كده انا عندي نفس الحدود انا اخترت ان انا تخصص في شيء ما عشان اعرف ادرسه عشان اعرف اتكلم مع الناس فيه فانا تخصصت في ده انا مفاهم ان بقيت الحاجات مهمة ايوة بس مش بتاعت انا بس مش بتاعت انا انا بتاع تحليل بالزبط كده انا بتاع انا راجل بتاع التحليل يا جماعة بالزبط كده معلش تخنقوا بقى كل الناس تعمل في بعضها اللي تعملوا مش بتاعت الحاكم مش عارف ياخد قرار ايه وعلى فكرة انا مدرك جدا ان اخر حاجة في كورت القدم مهمة هي التاكتكس دي اخر حاجة بنوصلها لازم قبلها يكون فيه فريق كويس وقايمة كاملة ومدرب كويس وتدريبات كويسة والعيبة دي بتنام كويس وبتصحع بدري وازاي اخترت العيبة وعملت بالزبط وبتتغزى كويس وبتتعالج كويس في الاخر خالص التاكتكس ده هو وصلت التواصل اللي بينهم بس يا جماعة احنا جايين للستمتاع ايوة انتوا برضو حولتوا المسألة كلها الاخناقة عشان بقيتها دي طريقتكو في الاستمتاع هي حلوة الكرة ايه ان الناس بتشوف فايز وخسران في 90 دقيقة بشكل رئيسي صح فانت اشبه بانك بتنتمي لجزء فايز او جزء خسران في 90 دقيقة نفسك تبقى من الفايزين نفسك في لحظة احتفالية فالحاجات دي حلوة في الكرة قوي صح انا مستمتع جدا بيها طبعا انا معاك بس يا جماعة ماينفعش نبقى بننقل الماتشوات بينا عالسوشال ميديا بالشكل ده ايوة مش لسبب بس عشان خطر ان احنا كده قلبنا المسألة لمسألة مش فكرة تعصب ومش تعصب بس عنا فعلا حرفين بنشتهل في عالم افتراضي بزبط كده بقيت عن العالم الحقيقي بزبط كده عالم الكورة الحقيقي الرياضة الحقيقي دي مش موجود خلاص بس انت كده قلبتها اخناء اكتر منك قلبتها ماتش بقواعد محددة منظمة بيخليك كسبان او خسران صح فعشان كده اللي هو لا خلي كل حاجة في سياقها وفي نصابها وفي مئة الف طريقة اللي استمتع بالكورة عشان كده انا مثلا مثلا يعني من اكتر الحاجات اللي بسمع عنها فيدباك كنت طالع مع عمرو نصوحي في برنامج مسابقات اكتر حد تقريبا يعني اكتر حاجة بتسئل عنها في يومي وانا ماشي في الشارع ليه لان عمرو نصوحي قدم محتوى طرفيه ايه والاول مرة تفهم ان فيه ايطار فيه من غير ما نضرب بعض ومن غير خناءة وهتنبسط اها يعني هيديك نفس المرضوء يعني هيشبعك بزرعة كده هيشبعك بس بدلا مع شبعك وانت متوتر ومتعصب ومتنرفز هيخليك مشبعك وانت مبتش بزرعة احنا اشتغلنا على ايه انا وتامير بداوي احنا بنقدم خدمة للناس فاحنا قعدنا مع بعض واتفقنا احنا هنعمل ايه احنا هنحاول نفرج الناس على حاجة هما مش هفوهاش بعينهم المجردة في المطش بحكم ان احنا اتفرجنا على المطش اكتر من مرة اشارة مدرب كلام لعيب مع لعيب دي اول حاجة مثلا تضرب كانت في الحلقات بتاعتنا مع ابراهيم فاي علي معلول نادى جرالدو انا فاكر يومها وكان بيتكلم معاه في تحرك بينهم وبين بعض وازاي ده اصمر بعدها عن فعلا تحرك سليم اصمر عن لقطة حلوة فانت هنا بتتكلم في انك الناس ما شفتش جرالدو وعلي معلول بيتناقشوا لان ده حصل في لقطة كانت الكرة فيها الناحية التانية بسروا المخرج كان مركز جاي بالكدر واسع فالكرة في الناحية الينين بس في الاخر في الناحية الشمال في الاخر خالص تحت علي معلول بيتكلم مع جرالدو انت عشان شفت المطش كذا مرة فخدت بالك منها فبتريت تتراك تتابع الموضوع فطلعت حاجة الناس ما شفتهاش فمبسط انهم شفوا حاجة جديدة بالزبط كده جاري اللي انكر كان بيتكلم دايما على اندور المحلل اللي نفرجني على حاجة انا مشوفتهاش بعيني في المطش فبالنسبة لنا احنا قدمنا دي كخدمة الخدمة ممتعة ولطيفة وبتزود لك لان هي مش من العشرين في المائة اللي انت شفتهم وما فيهاش خناءة فايه المانع ان احنا نجرب النوعيات اللي زي عمر نصوحي وزينا وزي الحاجات اللي شبه كده فنستمتع من غير خناءة هقولك ايه العيب في الموضوع ان فيه ناس كتير ساعتها مش هتاكل عيش مش هترزل برافو عليك ان فيه ناس ابتدت بقا هي دورها ان انا بقى مسير للجدل ان انا اللي انا اقوله يبقى هو ده المحتوى اللي فيه عشرة لو انا زمالكوي عشرة اهلاوية ياخدوا وينتقدوه ولو انا اهلاوية يبقى عشرة زمالكوي وينتقدوه ومش عارف عامل محتوى ترفيه بالزبط كده مش عارف عامل محتوى يبقى مفيد ولزيز صح ولطيف هو مفيش راعي هيجي على ده الرعا مش هيجو على المحتوى ده اللي في الخناءة اللي في الخناءة ايوه فبالتالي انت لازم تستوعب ان انت برضو مش هتكسب على اخر المشوار على اخر السبق يا انت مسلا جبت مشاهدين كتير جدا كون الناس بتتفرج عليك بس هو الراعي مش عايز الامج بتاعته او الصورة بتاعته تنزل على اخناءات وحاجات بالنواية دا فهو ممكن يبقى يروح لناس اقل بيروح يفرجوا وعلى فكرة ده مش بيبقى اقل اه اقل في المشاهدات واحيانا بيبقى اكتر ساعات وبيروح للراعي دوت عشان ده هيلاقيه يليقى على الامج بتاعته على صورته على البراند امج بتاعته هتنزل على الشغل بتاعته بس بتنزلش على فالراجل ده اخترح الطريق سهل جاب له مشاهدات بس مش هيجب له اعلانات مش هيجب له فلوس يبقى لا مستفدش حاج مستفدش حاج هو استفد بس شوية داوشة وقزايا وقزايا صح والجمهور اتعود على القزايا ودي الاسوأ في الموضوع كانت كلها بس دلوقتي انا مبسوط ان فيه ناس كتير جدا والفضاء بتاع الانترنت قدم ناس كتير قوي صح وعلم الناس ان هي تمشي في الطريق ده بالعافية لان الطريق ده اذا كنت ومش عايزين تقدموه احنا هنقدموه وفجأة لقيت الناس تلمت حواليه وتلفت حواليه فانا بقت مبسوط قوي من كمية الناس اللي طلع على اليوتيوب وبقت ناجحة جدا وبقت مبسوط قوي من النزيل ديجيتال بقى بيقدم وشوش هي كلها بتقدم محتوى فعلا لطيف وحلم وانا ابتديتها بقى مبسوط جدا بصراحة من التعاون معهم